لم يتوانى فنانون عرب عن التنديد بصفقة القرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشددين على أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية جوليا بوتروس نشرت صورة للعلام الفلسطيني عبر تويتر وذيلتها بتعليق مستوحى من إحدى أغنياتها جاء فيه بيت هنا أرض هنا البحر السهل النهر لنا الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر تويتر قال إنهم يريدون محو التاريخ والشعب والوجود لكننا باقون ومستمرون هذه الصفقة المشؤومة لا يسقطها إلا تكاتف الشرفاء وتوحد شعبنا في كل مكان من جانبها وصفت الفنانة كارول سماحة ما جرى بصفعة القرن مضيحة أنهم يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم يا لوقاحتهم أما المغنية اللبنانية إليسا فأبدت رفضها للصفقة وصفة السياسة بالبشعة حينما يغيب عنها العدل وقالت البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا للقدس سلام وحكام العرب عاملين حال مش شايفين ولا سامعين بدوره تضامن الفنان المصري أحمد السقى مع فلسطين كتب عبر حسابه على تويتر فلسطين في قلبي وأكد الفنان المصري محمد البزاوي أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية قائلا ستبقى فلسطين عاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر